السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبت فقط أن نعقب على واحد المنشور مكتوب في اتصال جزائر او صفحة الجلي تيلي كوم. هذا الشخص هذا مواز عبد القادر اللي صلى الله عليه لانه اكتشف ثغرات امنية في شركة ابل وكرموه في الحائط الشارع فيه ما شاء الله عليه ولد بلادي وكل شيء يعطيه الصحة الانتقاد الاول قبل هذا قامت اتصالات الجزائر بالاتفاق مع الشاب مواز عبد القادر المتخصص في امن مواقع الانترنت واكتشاف الثغرات الامنية فقط 800 ثغرة. اخرها تلك المتعلقة بشركة ابل من اجل انضمامه لمركز الدفاع السيبراني لاتصالات الجزائر. وذلك تسيدا لشعار دائما اقرب ووفاء لمبادئها الراسخة في مرافقة شباب المبدع. انا نرمو مو نرمو مو ني عايش في الجزائر. يعني نرمو مو انا ما نجح جاي من الهند ولا جاي من الكوكب اخر. اول شي هذا جان صغير. جان صغير اه نرمو مو هذا الغلطة تاعه نرمو حيتكون ويقرأ. رح يكونوه يقريوه باش يقول لي بروفيسونالة الصحة. احنا نمزل صغير حتى وينكتشف الثغرة امنية رحو مازال صغير. اما باش تخد مباشرة في الجزائر وفي ديسارة جزائر. يعني وش حد تقدر دي. رح يقول لك اه حوصنا على الثغرة هنا واكتشفنا هنا. واتصال جزائر مع عمل الثغرات. وبين هيستغلوه في اشياء اخرى. وانتما الابركم مش هيستغلوه في الامن السيبرالي. الثاني شي. اه الولدي هادون قلوا مولدي ها لاش يعني غبنتو هدرت له كونتر عمل اسكو محتاجين دراها. هاده مشكلة تاكم دراها. اذا كنت حبيو لكم صح. خرجوه للخارج وطروح الشركة ابل بادي يخدم فيها ويعطيوه الملايير ممالييرا. موش انا قده سيخلصانها. قده سيعطيوه العباي. قده سيدي عشر ملايين. قده عشر مليون. في ابل حي يحيمونونه حياته كومبلي يعني كايته كومبلي ممولوه لو كان يروح الكنترات ثم يروح يديرو الكنترات ولا يعاونه ولا ديرو حل. وحيخدموه يعاونه. اذا هذا شيء ذاني. الشيء الثالث. الشيء يضحكني. اه وذلك نقرأ الجملة هذه. وذلك تسيدا لشعار دائما اقرب. من نقطة اتصارات الجزائر اتصارات السلحفات اقرب. يلاك بعيدة. احنا قد نقول لكم بلي الشعب راهو في واد والدولاراي في واد والمسؤولين في واد والشركة في واد. الشعب راهو يعاني من الانترنات والسرقة والنهب والفساد وعدم الاعتذار والقطع العلني والقطع غير العلني. يقطع عليك الانترنات وقت ما يحبه وطفي وقت ما يحبه. يسرق وقيم ما يحبه ديروش يحبه. ونباعد لدي ذات لوالة. يقول لك نورمال لدينا مشكلة تقنية في الانترنات. راحت يومين نورمال. راحت ليل كامل عادي. التعويض ما كانش. ويقول لك دائما اقرب. هنه تفهم بلي اسكو راهما لابينهم الشعب وش رايشو في تي صلاة جزائر ولا ما لابينهمش. هنه السؤال اللي تطرحوا عليك. تطرحوا على نفسك. اسكو هم راهم يخلصوا وشهارة وخلاص ميحوش يفهموا الشعب هذا سرقوه. ما سرقوش قطعوه انتا ما قطعوش دوله حقه ما دوله ميحوش يفهمه. هذي اللي اضحكتني هنا. وثاني شي ووفاء ووفاء اجمعه لمبادئها الراسخة في مرافقة الشباب المبدع. يخوتي ياو الجزارين احنا من الكاتر فان جيب لي اتصال جزائر ووش من ابداع تبعاته ووش حاجة دارت اتصال جزائر للشباب. انا انا مجام مشتها يعني لا اعلان لا فالنشرة لا تبعت حتىها جامعني ايش فاهم. تبعوا في الشباب تخدموا فيها مثلا. مجام مش شفتهم جام مش شفتهم جامع جبت جبت ملفاتها كعرضتوها للتيفزون قلتو انا ها وجدنا اتصال جزائر ها وجدنا الشباب وتبعناهم وعطيناهم واجدتو لهم. الناس قرار خرش من الجامعة خدمتوهم انتوما. شركة وطنية خدمتوهم شهرية دولة وترونكيل. مبارك. ومثلا واش دلتو ماشي اختراع. لكم تديوه في الانترنت لنا. ازراكم دعما الايات اذا لا طلبنا للشعب كان مطلب الايات اذا لا تعلنا قطاعات الانترنت لها يتحدث. وراه يتروح خلاص ومشاكل فيها وضعف تحها. لا بلا ما يحكي بعض ضعف تحها ليه ما تصلح شطور. لذلك فاكيد تقرأ الحوايج هذا وجماع تفهم باللي احنا في بلاد بلاد مش غير جزائري بلاد العربية كامل بلاد الشعرات بلاد اخ بطرسك في الحياة يعني الشعبيين بيحملنا والاخرين بيحملنا وما كانش حال. للأسف. شكرا